لو هنبوص بالبيراميدز في حي غريبة حصرت في المواربة إنو ممكن نسموها من عزيمة من إنسف للفوز بخماسية وبدأتي متهيألي صحاحلي برضو هو أقرب المنافسين متهيألي للأهلي صح؟ متصدر الدوري دولتي ولو مؤقتة 76 نقطة تقريباً صحيح؟ 67 نقل برقم لا لو 76 كنخد الدوري أبداً هو تصدر بفرق نقطة تقريباً ولو مؤقتة على النادي الأهلي صحيح سابق بخمس مباريات أو ستة يعني دلوقتي كمان على النادي الأهلي بمؤجلات الأهلي الخمسة وعنده أصلاً مؤجلة في مواجهة مباشرة مع النادي الأهلي من الجولة 28 أفتكرة بيراميدز حلو جايمي باتشيك والمدير الفني البرتغالي بقاله فترة بيقدي كويس جداً مدارب زكي قوي والإدارة الإماراتية اللي موجودة على رأس الأمور الإدارية بالنسبة أو المالكة يعني المشروع بيراميدز بدأت تفكر في الاستقرار أكتر لأنهم لما كانوا يتعدلوا ويخسروا باتشيك وشفنا إهب جلال وحسام حسن وإلى آخر مداربين كتير عدوا ومشوا ويغضبوا عليهم مش مهم أجيب غيرك لكن لما استقروا على جامي باتشيك وخسر السوبر قدام الأهلي خرج من كأس كونفدرالي الأفريقية مباريات سهلة كانت في الكوارتر فاينال وهو مكمل لكن لا راجل مستقر ليه؟ الهدف إيه الهدف؟ إنه يصل لوصافة ترتيب جدولة الدوري أنا أعرف إن الأمر صعب إن هو يكسب الدوري إنه الأهلي مش هيخسره تسعة مباريات بس حلو إن أنت يبع عندك طموح يعني مش طموح عالي لكن واحدة واحدة متدرج بالضبط لأن بيراميدز ووصافة الدوري إذن هو يشارك للمرة الأولى السنة الجاية إن شاء الله في الشام ينزليك دوري أبطال إفريقيا ودي ميزة تانية ونقلة تانية البراميدز صحيح بس عالشان الناس بتتكلم هنا لازم أوضح النقطة دي هو مشروع حلو قوي للكورة المصرية وعمل حالة حلوة وحاجة حلوة في المنافسة في الكورة المصرية لكن مشروع استثماري رياضي قروي لأ أنت تبني الإستاد تعملي قاعدة ناشئين محترمة ممكن تخش في رياضات أخرى دي حاجات نتمنى أنها تبقى موجودة عشان يبقى فعلاً المشروع استثماري حقيقي يفيد مصر عشان نبقى واقعيين لكن ككورة كفريق كورة لأ هو مش داخل كناية في حد في الكورة المصرية والكلام ده كلام جماهير لكن المنافسة الحقيقة دي فلوس بتضخ ولعيبة تبيرة تقيلة ولما يحطوا في دماغهم إن هما ينفسوا لأ بي نفسوا متصدرين الدورية اسمك موجود على قمة جدول الدوري دي ليها أبعاد بالضبط فاز كان متأخر صفر اثنين قدام سموحة مبرايم كان علقت عليها للراديو بالأمس من أجمل مبرايم سمعة أهداف ملعوبة ملعوبة هشوفنا يعني أنا كنت بقلب كده اثنين صفر رجعت ببص لقيت اثنين اثنين ببص في الآخر خالص لقيت النتيجة خمسة اثنين إلا إلا حصل صحيح إلا حصل إنه جايما بشيته عيده معرفتش هتفرج بشكل بس إلا حصل إلا إلا ايه ده صحيح برامز عنده الصلابة الذهنية لده العبي عندهم تقل ذهني واحنا بنتفرج على المباراة وأنا بعلق على المباراة عندي ثقة أنا مش من الجمهور برامز بس عندي ثقة في العبي برامز انهم ممكن يرجعوا لأنه سموحة ما أكثرها من عيوب والمدير الفاني أحمد سامي مصمم على طريقة غلط وتقريبا هو عرف إنها غلط بس المشكلة إنه الأدوات اللي عنده ما تسمحلوش بأكتر من كده كان ممكن يتراجع يحافظ على نتيجة يجمد اللعب شوية لكن برامز عنده حلول كتير قوي على أرض الملعب واحد زي إسلام عيسى الراجل الباكل يمين بتاعهم المغربي اللي موجود محمد محمد حجان سيت اسمه بيلعب بشكل كويس جدا وليد الكارتي في نص ملعب هذا المغربي بيلعب بشكل كويس جدا إبراهيم بلاد توري هذا البوركيني راجل واخد ثلاث مرات محمد الشيبي اللي صنع الهدف التاني مع الكارتي مع لعبة إيلة إبراهيم بلاد توري ده الراجل كل الناس بتدور عليه برامز يجدد له وعمله استقرار راجل جايب هدف من أجمل أهدف الدوري بصناع طوليد الكارتي اللي هو كان هدف التالت في المباراة استقرار على واحد موجود جنوب أفريقي على أرض لا عنده كروت متاحة لللعب بشكل مختلف وبيعرف يخلص الفرص ودي بقى ميزة برامز عن الفرق في الكرة المصرية أو عن المنتخبات انه بتجيله فرص ممكن ما تكونش كتيرة قوي لكن بيعرف يخلصها عشان كده قدر يرجع مرة تانية في المباراة وعشان كده احنا شايفين في ألم بيرامز بقاله فترة لا يعني حتى لو مقدرش ان هو يفوز في المباراة بس شايفين أداء جيد جدا حقيق وقدر انه يعمل حالة حلوة وشكل مختلف فنان في الكرة المصرية